بايو سكان مركز الأشعة والتصوير الطبي طب الأسنان الحديث وطب الأسنان الرقمي هو موضوعنا اليوم مع دكتور وضاح بركات صباح الخير وأهلا وسهلا بكم صباح اللوردة قد أي من الاسم طب الأسنان الرقمي شو يعني؟ طب الأسنان الرقمي هو شيء حديث طرع على طب الأسنان ننتقل من طب الأسنان التقليدي للرقمي حسار الحسوب هلأ هو اللي بقدر يعملنا كتير أمور بطب الأسنان مثل صناعة الأسنان الحشوات الأمور اللي زيها يعني بالمختصر صرنا نعتمد على الحسوب بأخذ القياسات للأسنان وعن طريق برنامج معين صرنا نعمل السم تفاصيله وإنتاجه بنفس الوقت فصارت السرعة والدقة أكتر بكتير من المواضيع الأديمة اللي كانت عبارة عن يدوية وصب المواد وأخذ طبعات تقليدية يعني صار نفسه السن يطلع بطريقة مختلفة عن زمان صبت السن نعم صرنا نأخذ القياس هلأ بي نأخذ القياس يدويا لا نأخذ القياس عن طريق جهاز كاميرا ثلاثية الأبعاد بنتقل القياس للكمبيوتر عن طريق الكمبيوتر صرنا نصمم السن تلبيسة قشرة أو مثلا جسر أو حشوة تصميم بعد ما نخلص تصميمهم نعطي أمر لجهاز تاني بيقوم بصناعته أو خراطته وهذا الحكي تقريبا بوقت دي ممكن عشر داية إلى نص ساعة والله عظيم جدا وإيش فيه كمان إشياء دخل فيهم التقنيات الحديثة بشكل عام بطب الأسنان يعني هلأ إحنا منحكي عن طب الأسنان الحديث الرقمي صرنا نلجأ كتير لصناعة الأسنان رقميا بجلسة وحدة خلال وقت بسيط جدا ببحث المواد عالمية ما في حاجة للإياسات اللي منحكي عنها صار علاج الأسنان كمان عن طريق الليزر صرنا إحنا ما نبنج المريض صرنا ما نحتاج نحفر كتير صار عن طريق جهاز الليزر خلال تواني بشيء للمثل عن التسوس أو بعمل عملية أو كله خلال تواني وبدون ألم كتير حلو يعني هذا شوي بيخفف كمان الضغط النفسي اللي فيه ناس بتحسسوا لما تروحن دكتور لستان إذن إحنا عدين عم نحكي عن هلأ صارت تقدر تعالج المريض عن طريق استعمال الليزر بدون أي أضرار تانية صحيح وهو ما إلهاش أضرار هي نفس فوائد يعني نفس الأشي التقليدي بالعكس هي أحسن من التقليدي بكتير لأنه صار الليزر أول إشي ما فيه ألم أثنين صار هو يتعرف بالضبط على الخلايا الميتي على سبيل المثال على التسوس بالضبط ويشيل التسوس ما بحاجة أنه يشيل من السن أكتر من اللازم هو بس بشيل التسوس طب دكتور إحنا عم نحكي هلأ عن يمكن صار فيه فجوة الانتقال من الطب التقليدي اللي إحنا متعودين عليه للطب التقني الحديث أكيد بده يمكن يصير فيه تدريب أيضا للدكاترا على هاي الأشياء الجديدة وإحنا منحكي طريبا أنه أغلب الدكاترا تعلموا أو تخرجوا من الجامعات تتعلم على الأسلوب القديم حتى نوصل لأنه الجميع يستعمل إحنا بشو بحاجة لتقنيات بحاجة لتعليم بشو إحنا بحاجة هي عبارة عن دورات محاضرات كتير والأجهزة نفسها هي لما يكون الواحد يملك الجهاز بسير يتدرب عليه شوي شوي ليسير يعطي شغل كويس بالإضافة لأنه الدورات الشركة اللي بتأمنها مثلا دورات خارجية ببلد المنشأ تعطيك أكثر من دورة بتبلش من لفل ون لأنه يصبح الواحد مدرب فيه مثلا وهلا بالأردن بتحس أنه مجهزين نقدر نبلش في هاي الستب الجديد؟ نحن بلشنا لنا فترة والحمد لله والأردن كل ماله بزيد والبزيد الإقبال والناس بلشت تفهم أكثر عن طب الأسنان الرقمي والناس بطل عنده وقت بدها تخلص بسرعة بدهاش ألم فصار الأمور أسهل وصار الدكتور مثقف أكثر بهاي الأمور والمريض بده طبعا راحته بده سرعة الإنجاز طب بالنسبة لإستجابة الدكاترة للفكرة الجديدة يعني زملائك الناس اللي حولك هل عم بحسوا أنه لأ الطريقة التقليدية هي أفضل لساتهم تبسكين فيها ولا لأ حاسين أنه بالعكس هاي الطرق الجديدة في صب مهمهم هلأ بترجع لشخصية الطبيب فيه ناس بأي مهنة بحبوا التطور بحبوا الإشي جديد وفيه ناس ما بحبه بالإضافة للأجهزة الحديثة أكيد سعرها كتير عالي عن الأجهزة التقليدية أو الطب الأسنان التقليدي فهي إلها دور كبير في أن الطبيب يتطور أو ما يتطور صحيح فمعظم أطبان الحمد لله بحاجة لأنه يتطوروا بس تعرف الإمكانيات مرات تكون محدودة عشان هيك تنصح المرضى؟ أكيد 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 هلأ إحنا بدل ما نأخذ إياس اللي هو بنعرفه التقليدي هلأ عن طريق ديجيتال كاميرا عن طريق كاميرا ثلاثية الأبعاد خلال نص ساعة ساعة بيكون ربع ساعة بيكون التلبيسة أو التاج جاهز فممكن يروح بالتاج بجلسة وحدة بدون ما يراجعنا أكتر من مرة عرفتي عليها وأعمل بروفا وزبط وعالي وواطي ومش مرتاح له بالعكس هي بعطينا تقريبا تسعة وتسعين تسعة بالعشرة دقة بالإياسات وبالنسبة للليزر الليزر هو فقط للتصوص ولا إيش كمان في أشياء الليزر إحنا نحكي عن كل شيء تقريبا في طب الأسنان بيشتغل على الأسنان بيشتغل على اللتة بيشتغل على العظم وبيشتغل على الوجه عرفتي عليه بيشتغل أشياء تجميلة يعني منقدر بالأسنان نحفر الأسنان نجهزها للحشوات منقدر حتى نشيل الحشوات عن طريق الليزر أو إذا مريض عامل فيسنج أو عامل قشور وبدو يشيلهم بطل مسألة النحط يصبح نصلت الجهاز على القشرة وتطلع لوحدها نقدر نشتغل عمليات جراحية كتير عن طريق الليزر فما في مشرة في الموضوع ما في دم زي أول والليزر أصلا بيشتغل على البكتيريا قبل خلع القلع لسه بعدنا ما وصلنا بس في شغلات تانية أهم من القلع بيشتغلها الليزر عرفتي فبكون الوقت أسرع، الألم أقل وفترة الشفاء سريعة لأنه ما في دم والليزر نفسه بيقتل بكتيريا عرفتي؟ يعني إحنا بنحكي هلأ أنه للناس اللي بتخاف بشكل عام من دكتور لستان إنه لا تخاف لا تخاف بطل في خوف هلأ من طريق الليزر بطل في ألم بطل في زيارات كتيرة بعدين بنقدر نحكي الخوف من إبرة البنج صار شوية أقال لأنه في عنا بعض الشغلات نقدر تعطيها للمريد يستنشقها مثلا قبل الجلسة دقيقة دقيقتين بحس بمزاج عالي يعني بنقدر نحكي ببطل عنده الخوف وبسكن له الألم كمان إبرة البنج صارت برضو ديجيتال صارت عن طريق جهاز صغير بتحكم بالمادة ودخولها بالهاي ديجيتالي وسرعتها ديجيتالي فالمريد بحسش بشيء بطلع من عندي ما كأنه حس أنه تبنج وما كأنه حس عمل عملية لأنه كله ليزر وكله بدون دم وإنت بتعتقد طبعا أنه خوف المريد مبرر بهذه الحالة صحيح صحيح أنا بخاف من حالة بالطرق السهلة والحديثة كمان طب بالنسبة لطبيض الأسنان والأشيء التجميلي اللي هو هذا الجزء من الأسنان الأستاتو بنعمل أكيد فيه تقنيات حديثة بس لسه في ناس برضو بتستعمل مثلا اللي بتروح عند الدكتور واللي بتعمل التنظيف التقليدي من باب أنه بسمع دائما أنه هو أفضل من أنك أنت طبقة ليزر تشيل أو تحط أو تركب هل هذا الحكي دقيقة أم لا؟ يعني نوعا ما دقيق أهم شيء عندنا تنظيف الأسنان نحن نحكي عنه اللي هو العادي اللي هو كل ست شهور سواء المريض المريض ما بعمل شيء تجميلي هاي لا يعني شغلة مهمة يعملها لأنه هو ما بقدر بفرشية الأسنان يشيل كل التراكمات أو الجير أو التكلسات اللي على الأسنان فبس طبيب الأسنان اللي بقدر يشيلها وهي لازم تكون كل ست شهور هلأ بالنسبة لطبيض الليزر هو مضاره جدا ضئيلة وبترجع الجسم بيعدل حاله من حاله وبترجع الأمور جيدة فقط ضئيلة يعني هو مش خطر حقيقي مش خطر ما بيأثر على الأسنان وعلى بنية السن والمينة وكل حاله هلأ ما بيأثر إلا إذا كان استعماله خاطئ وكل شوية يعمله طبعا أكيد بيأثر بس إذا بيعملوا عن طبيب والطبيب بنصحوا أن يعملوا بفترة معينة ويوم معين وما تكتر تطلع الأمور تماما ما بيحاجة أنه طب دكتور بلشت هاي التقنية من أمتى بالأردن؟ أمتى دخلت علينا تقريبا؟ تقنية قديمة وحديثة إحنا بنحكي عن التقنية هاي لها فترة بحدود العشر سنوات بس في الوقت الحالي ازداد الطلب عليها والطبيب الأردني صار أكتر ثقافي لأنه بيطلع برة وبشوف وبتعرف السوشال ميديا واليوتوب وصار الإنسان الطبيب عنده شغف يعرف شو عنده برة وشو يجيب على الأردن وشو يتوصل لأنه أحيانا أو دائما بقدر أحكي الطبيب اللي بيحب مهنة وبحب يتطور دكتور وضاح إحنا جداً سعيدين بوجودك أنا أكتر أنا أكتر حبيت الموضوع لأنه هو موضوع جديد ومختلف صراحة يعني أول مرة أنا أسمع بالطب التقني وريحتني أنا ما بحب دكتور لستان فريحتني أنه هلا بنقدر نعمل كل إشي براحة نفسية شكراً جزيلاً لو وجودك بحالك بايو سكان مركز الأشعة والتصوير الطبي